ألقى الرئيس تركي رجب طيب ردوغان كلمة بعد اجتماعه مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبس يوم أمس الأربعة وصف خلالها الرئيس سوريا بشار الأسد بأنه إرهابي وقال إنه طالما استمر بشار الأسد في الحكم فإنه من المستحيل أن تستمر عملية السلام السورية اسمه ليقول ذلك بغدوه رسد هو بتأكيد إرهابي يسيطر على القوى الإرهابية في سوريا لا يمكننا أن نقول إن هذا الشخص يمكنه القيام بمهمة كرئيس وإذا قلنا ذلك لا يكون من العدل بالنسبة إلى ما يقرب من مليون قتل السوري أكد أردوغان أن عملية السلام السورية لا يمكن أن تعتمد على بشار الأسد وردا على ذلك قالت وزارة الخارجية السورية أن أردوغان يقدم الدعم للجماعات الإرهابية التي تقاتل القوات العكومية السورية كما دعمت تركيا المعارضة السورية في الصراع السوري هذا وتعمل تركيا مع روسيا وإيران منذ فترة لإيجاد حل سياسي للقضية السورية وانتهت جولة ثامنة من محادثات أستانا للسلام حول سوريا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري وحضر الاجتماع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان ديمتسورا وممثلون من روسيا وتركيا وإيران والحكومة السورية وممثلون معارضة وأصدرت روسيا وتركيا وإيران بيانا مشتركا قالت فيه أن الأطراف الثلاثة ستعمل معا بشكل وثيق لضمان نجاح الحوار الوطني السوري الذي سيقعد في يناير العام القادم ترجمة نانسي قنقر